اهلا بحضراتكم وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا النهاردة والحقيقة دايما فقرة مميزة فقرة يوم الجمعة ما خبرنا التحكيمي كابتن الكبير ناصر عباس كابتن ناصر مساء الفل مساء خير عليك كابتن هاني تحية الحديثة وتحية الكل مشاهدي قناتنا دايما ومشرفنا دايما وقبل الهوى بتقول النهاردة في حلقة مميزة جدا 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 دايما قرتنا يا كابتن ما بيجيبش حاجة إلا لما بتكون حاجة هدفة ومميزة وفيها استفادة للكل طيب خليني أبدأ معك بيمكن البيان اللي أصدره النادي الأهلي البيان الرسمي وكان فيه ما بين قوسين كده عملية يتمنى من اتحاد الكرة إنه يطور من منظومة التحكيم السنة اللي جاية أو الموسم القادم وشوية خطوات لازم يأخذها لاتحاد المصري ورأيك في البيان دا إيه ورأيك كمان في دور فريرة كمان يمكن تولى المهمة في إدارة التحكيم المصري بعد كلاتن بيرج رأيك فيه شخصيته إيه إيه اللي عمله خلال الفترة اللي فاتت زي ما حضراتك شايفين دا طبعا البيان اللي أصدره النادي الأهلي وبيطالب اتحاد الكرة بتطوير منظومة التحكيم تماما كدت النهاني النادي الأهلي يعني يبحث دائما مش لمصطحة ندي الأهلي النادي الأهلي بيبحث دائما لمصطحة الأندية كلها وده مهم جدا بس لابد نحن نقول الكلام دا لأن المسابقة النهاردة لما يبقى التحكيم فيها كويس وجايد بيبقى المسابقة مشها بشكل كويس بيقى النادي الأهلي النهاردة مش بيتكلم بس على ندي الأهلي ولكن بيتكلم على جميع أندية المسابقة صحيح وبيكلم على العدالة للكل للكل خلي بقى لك نقطة مهمة جدا لكتنهاني النادي الأهلي النهاردة واخد طول الدور العام واخد خمس بطولات واخد خمس بطولات صحيح مع ذلك هو بتكلم على عنصر مهمة جدا وعنصر تطوير التحكيم النادي الآلي النهاردة في البيان عمل حاجة جميلة جدا 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 ولو رحنا للاتحاد الدولي ومجلس الدولي التشريعي الأيفاب بيتكلم على إيه نفس اللي بيتكلم عن الاتحاد الدولي النادي النهاردة بيتكلم في البيان لو جبنا البيان حنستعرض نقطتين خاصين بالتحكيم في مضم التحكيم بيتكلم في نقطة مهمة جدا وهي بنقول هنا أن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل الانطلاق الموسم الجديد. وتحقيق أعلى درجات الاستفادة. خلي بالك من النقطة دي مهمة قوي. أعلى درجات استفادة من التكنولوجيا الحديثة وحكام الفيديو المساعدين في تقليص. هقف عند النقطة دي مهمة جدا يعني إيه؟ عندنا تقليلات الفيديو. نقول الآن بيتكلم على إزاي التقنية بتبقى أحدث وتبقى جديدة بحيث أنها تتوافق مع البطولة اللي عندنا. أيضا بتكلم على أنصر البشري كابتنهاني وهو الحكام اللي هم حكام الفار. نطور من أداءهم لأن هم دولة اللي يتخذوا القرارات مع الحكام. يبقى هنا بنتكلم على التكنولوجيا الخاصة بالتقنية والخاصة بحكام الفار. تكنولوجيا الأجهزة. الأجهزة. ده على مستوى الأجهزة ولكن كمان على المستوى البشري. بالضبط. وانا مش ينفع أحدث الأجهزة وانا عندي حكام لا يملكون الخبرات عاملين مشاكل. يبقى هنا بنتكلم في جزئين. دي جزئية مهمة جدا جدا جدا. التكلمنا ثاني إنه هو هناك بعض الحكام اللي لابد أن هم يقابلوا. وإؤلاء اللاعبين اللي هم بيلعبوا يا كابتن. بيلعبوا بوحشية. بأنف. معدهم مش التزام بعيدين كل بودة عن السلوك الرياضي. فهو بيكلم فينا إيه؟ بيكلم خاصة إنه لازال بعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين. الذين يرتكبون الأخطاء ويثيرون الأزمات. ولكن سبق أن طلب النادي الأهلي كتير جدا جدا. فعلا ده مش أول مرة يطلب. خلال هذا البيان أنا بقول من فضلك. اتحضي الكرة. النادي الأهلي نهاردة كاتب بيان. خلي بالك خد النقاط دي وطور من لدها التحكيم. من النهاردة لو مش كويس الأمور متبقاش كويس. أنا معاك وعايز أخذك من دية سريعا قبل أنت محضر لنا حاجات كتيرة وميزة جدا. دور بيريرا إيه؟ الفترة اللي فاتت. يعني كمان هو الراجل بعد كلاتن بيرج جابه بيريرا على أساس يطور. يعني أنا الغاية دلوقتي بصراحة مش شايف أي تطوير ومش شايف أي حاجة بتتعامل. كابتن هاني عشان عارف وقتنا إحنا عشان نتكلم على فيتور بيريرا. بس أنا حول كلمة مهمة. أربعة شهر بيريرا لم يقدم أي شيء لتحكيم. بس دك فحين. بيريرا ما تزعلش مني. أنا نفسي أشوف حضرتك وأكيد حد سيوصل لك. إحنا عاوزين تطوير على الأرض الواقع من فضلك. عندنا مشاكل كتيرة جدا. مشاكل في التعينات. مشاكل في الحكام اللي هي بتخطأ وبتلعب. مشاكل في أنك أنت تطور أداء التحكيم والحكام. لأننا بنشوف الحكم يخطأ. من لي بيطور أداء الحكم؟ من لي بيخليه يحاسم من أداءه؟ هو بيطور بيريرا. حضرتك مسؤول يا مستر بيطور. أنت مسؤول عن التحكيم المصري. أنت اللي هتسأل في الآخر. الحاجة الثانية عندنا كوادر بشرية كابتن هاني. وأقول كوادر بشرية وطنية على أعلى مستوى. يا جماعة خدوا الناس دي استفيدوا بيها. ما بكلمش عن نفس اللي أنا مش أشتغل في التحكيم تاني. ولكن كوادر بشرية شابة استفيدوا بيها في لجنة الحكام. طيب تعال ما حضرتك موسم طويل جدا في الدور المصري. العملات التحكمية ما بين رايح وجاي كويس ووحش. فيه شباب ظهروا على الساحة بشكل كويس. فيه حكام ظهروا بشكل مهزوز ومتواضع. رؤيتك والحالات اللي حضرتك وقفت عندها. الحالات المهمة جدا خلال الموسم اللي فات. كابتن هاني قبل بس ما نروح للمحالات. هتكلم في نقطة بس مش هتصفيد فيها. القائمة الدولية. يعني القائمة الدولية. نحن عندنا سبع حكام في الملعب وسبع حكام مساعدين وقائمة الفوار. فنهاية كل موسم كل الاتحاد أهلي بيبعث لالاتحاد الدولي اعتماد القائمة الدولية الجديدة. انا بقول من فضلك لجنة الحكام طلعونا الناس اللي هتترشح بالمعايير. احنا نقتنع بيها. تطلع على موقع الاتحاد. للكل نشوفها. اللي ترشح عدد المباريات تقييمه الفني فيهم. لان الكفاءة الفنية هي العامل الأساسي في ترشح الحاكم. عندنا كم من حكام ساحة مش معهم رخصة الفوار. من فضلك الناس دي لو ما خدش رخصة الفوار هيؤثر عليهم في البطلات الكبيرة. موضوع كبير جدا هنبدل فتحينه يا كابتن هاني ملف القائمة الدولية لحين ما تخرج هنا على الاتحاد الدولي وتعتمد. هنروح للحالة تحكمية عندنا 11 حالة تحكمية سريعة ناخدهم. عشان نطلق أفضل تحكم تحكم في الجولتين 33 و 34. تمام. وهتفرج على الحالات الجميلة جدا 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 جدا. يلا بي. يلا معنا أول حالة. حالة من الحالات المهمة جدا أن للأهلي في مباراة المقولين العرب. طاهر محمد طاهر بيسجل هدف والهدف صحيح هنا. فجئنا أن فيه المساعد الأول أشار على التسلل. نشوف. هنا احنا قلنا هو عمل الدليل وصرف صح ورفع تسلل. هنا الحكم بيستنى الفار يؤكد هل هناك تسلل فعلا ولا هناك هدف صحيح حالة تحكمية. مصافة عصماني الحكم إيهاب فخري المساعد بيستنى. قال له تمام الهدف سليم ونشوف هدف سليم ليه كابتن. هنا طاهر محمد طاهر. لا خلينا بس نجيب للأطفال لنشوف. هنا آخر اللاعب هو موجود هوت والخط الموجود عليه مغطي طاهر محمد طاهر. وبالتالي هنا لا يوجد تسلل والهدف صحيح لنازي الآخر. اللي بعد كده. يلا حالة من برات الزماني كفاركو. ونشوف هنا حالة كابتن هاني لازم أن نقف عندها شوية. شوف هنا المهاجم هنا لفه دوران وراح. اتعاملت لعب هنا دخل مطيط الجزاء وابتدأ نجح في لعب الكرة أوكي. وخد واتخدت السابتة يا كابتن هاني. طبعا أنت تعرف السابتة أنت كنت مدافع. وعارف أكوز أوي أوي. نشوف الحالة ديت من فضلك تاني نشوف المخالفة واضحة جدا جدا. تمام هنا. ايه رأيك في الحالة دي يا كابتن هاني؟ يلا. لا خلاص طبعا ضرب الجزاء. شاكر الجزاء مليون في المساة صحيحة. للأسف الحكم لم يحتسب هذه الحالة. واضحة جدا جدا جدا. هنا الحكم ما حسبش شراكة الجزاء تاني. مش معناك أنت تلمس الكرة. يبقى أنت نجحت في لعب الكرة. لا هنا. أنت هنا عملت إيه الحركة الإضافية أنك أنت سحبت رجليه. لكن الجزاء صحيحة لم تحتسب. الحكم لم يحسب المخالفة. والفار لم يتدخل. وده أمر عجيب جدا جدا جدا. يعني حتى في اللقطة دي. البر لم يتدخل. خالص. اه دي أول حالة في المبرارة. اللي بعد كده. الحالة بعد كده. هنشوف هنا كابتن هاني وانا خليك تشرح لعبة دي هنا. هل هنا المدافع هنا تم ارتكاف مع المخالفة قبل الهدف ده ما ييجي ولا لا. هنشوف نقولنا ما فيش هدف ييجي إلا لما يكون الهدف سليم 100% لا تزبقه مخالفة. هرجع لي المخالفة هنا سيف الجزيرة هنا بنشوف عمله مع مدافع نادي فاركو. نشوف هنا كابتن واحدة واحدة. هنشوف الايد الشمال اوكي الشد موجود ثم العرقالة من تحت والمخالفة موجودة هنا دور الحكم ايه ما شافش انا ما فيش مشكلة بالنسبة لي ولكن هنا الفار موجود اساسا ليه لانك انت تجيبي الحكم تقوله ان كان في مخالفة قبل الهدف وده كمان ما حصلش وده كمان ما حصلش يبقى هنا هدف بيجي هدف غير شرعي نتيجة ان هناك مخالفة تزبق الهدف دي ادوار الفار يعني خلق دي تتكلم على ادوار الفار تتكلم على النادي الاهلي لما طلع بيان على الفار مزبوط يلا خلينا نروح للحالة البعد كده يلا هنا حالة في مباراة الحدود والمحالة كان محمود عشور الحكم ونشوف هنا المخالفة هنا بص حاكتين حصلوا محمود عشور احتسب ركل الجزاء وبعدين بص لقى هاني خيري رافع تسلل هنا حالة جميلة جدا جدا من يفصل في الحالة دي كابتن هاني الفار هنا هل في تسلل ولا ما فيش اذا ان النهاردة محمود عشور يستند الفار يقول له لا دا ما فيش تسلل اذا ان قرارك باحتسب ركل الجزاء كان قرار صحيح وبالتالي هنا كان دور الفار كان ايجابي هنا محمود عشور انتظر لما خد التأكيد من الفار ان ما فيش تسلل وبالتالي هنا احتسب ركل الجزاء صحيحة وده قرار ايجابي بالنسبة لحكم الفار وحكم الميدان الحالة بعد كده حالة من الحالات المهمة جدا تمام ومحمد معروف امتياز 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 محمد تمركز وقراء اللعبة عشرة على عشرة نشوف حسن الشاعات هنا دخل بالكرة بزكاء وبعدين لم الكرة ولما تاني وحصلت العرقلة بالرجل وعرقلة واضحة جدا وتحركوا مع الكرة بشكل سريع جدا ده اللي احنا بنتكلم وبنقول من دايما من خلال الكرنة للأهل يا كابتن هاني التدريب العملي ازاي تخلي الحكم يتحرك ويبقى عندك رأة مستقبلية لطرق واسليب اللعبة هنا محمد معروف امتياز راكل الجزاء صحيحة باحتسبة نتيجة الثقة في القرار نتيجة التواجد في المكان الصحيح نتيجة عدم التردد والشخصية التحكمية يلا خلينا نروح لبعد كده للحالة بعد كده شوف هنا امتياز محمد معروف بقولك امتياز 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 هنا مين اللي ساعد في الهدف ده حكم المباراة هناك مخالفة تزبق الهدف اي حكم تاني هنا بسطوب سطوب سطوب هرجع تاني معلش تسمحني بس هروح بوقف ولكن عشان عنده القراءة الصحيحة ادل اتاحت الفرصة صحيح عملتها كابتن هاني راحت بهدف حتى نشوف هنا هو اكتر وحي ببقى فرحان الحاج مصبوب ليه انا بساعد على متحة المشاهد بساعد على استمرار اللعب وبالتالي هنا هنا عشرة عشرة محمد المعروف اتاح الفرصة وبنحييه وبراجع من كاس العالم للشباب ادى مردود كويس في كاس العالم وخاصة ان كان الفاول قوي جدا يعني كان ممكن اي حكم على طول صحيح هنا بقى كمان احتسب الهدف لابد ان ارجع كابتن هاني ده سلوك ارجع اشهر بطاقة الصفرة نتيجة اللعب بتهور وده اللي عمره في هذه الحالة يعني هو خد القرار نص القرار صح ونص القرار نعديها ولكن لابد هنا لا طبق اتمرار الاهم لاستمرار اللعب بس دي اجابة لقطة ايجابية للحكم صحيح عشان حكامنا برده تتعلم من هذه الحالات الحالة بعد كده نشوف هنا هذه المبارأة الجميلة جدا جدا بقى نشوف تاني هنا وهنا هسيبك تشرح اللعب اللي يا كابتن هاني هنا هل في مخالفة ولا مفيش هاتلنا اللي عادة تاني هنا ونشوف ليد الشمال كابتن هاني دي الحاجة الوحيدة يا كابتن ما فيش فيها اجتهاد الكل واحنا عادين منتفرج كلنا بنقول ان هنا فيش شد يعني هنا في مخالفة راك الجزاء هنا في مخالفة بس دي برضو فاركة دي فاركة شوف اليد الشمال كابتن هنا عملت انت لا رايح يا هاني رايح بسرعتك اي شد اللي تشيرت يعمل حاجة اسمها خلالت التوازن لللاعب وبتالي هنا ستشحات راك الجزاء صحيحة لم تحتسب وهنا الفار لم يعز تعدي على الحكم فيها ده قرار كان في مباراة نادي الزمالك تمام شوف الهنا اللقطة اللي جالي تمام تمام بعد كذا الرجل من تحت كابتن هاني بتكمل وبالتالي مفيش فيها مفيش فيها بصدر لو الفار لازم يقول للحكم الحكم يبص عليها بالزبط اللقطة اللي بعد كده تعالي هنا محمد عبنعم بيطلع بالرأس ونشوف هنا سيف الجزيرة اللي هو ارتكب مخالفة في مرش فاركو ثاني هنا بنشوفه كابتن هاني هنا مع محمد عبنعم بيشد وهنا لحظة محمد عبنعم بيطلع يلعب كرة بالهواء شد الإيد وانت بتلعب كرة بيتماجه وانت كنت لعب اي شد وانت بتلعب فوق لابد ان كنت تحسب المخالفة هنا حكم هنا احتسب راكل الجزاء وزي ما قلنا كان هناك مخالفة تصبك راكل الجزاء كانت ضد محمد عبنعم وطبعا الفار هنا لم استدعب الحكم وبالتالي هنا راكل الجزاء هنا حسبها وكان المفروض ان الفار يجيب له الحالة دي ويجيب له الحالة الشدد يعني هو دلوقتي راح تفرج بس على الحالة بتاعت أليد يونج ازاي هو هنا بنى خالى اللعبة تستمر ما خدش قرار بلاكل الجزاء الفار جابه قاله ان فيه دفع بس ما جابنوش بقى اللعبة الاولية كان لابد ان كنت تجيب له اللعبة الاولية هو يقرر بقى هل فيها مخالفة ولا فيها راكل الجزاء هو كان ياخد القرار هنا بنشوف هنا محمد عبنعم يطلع يلعب دماغه وهنا وانت بطالع اي مسك ليك بيعمل لك اختلال التوازن شايف ان هنا كان يجب الفار ان استدعب الحكم فيه اللقطتين اللقطت دي ولقطت راكلت انا معاك يا كابتن انه لازم كان للفار يتدقل وهو بقى اللي يحكم لان يعني ممكن فيها وعليها الحقيقة يعني فيها عليها ممكن جدا بتتحسب ممكن ما تحسبش بالزبط اللي بعد كده البعد كده احنا ماشينا بسرعة عشان ايه وقتين شوف هنا هذه المباراة غريبة جدا سريعا كده هنا احمد توفيق بيرتكب مخالفة تعديل الهجوم هاتلي اللايف كده معلش سامحني هاتلي بس اللوطة الاونية معلش معلش محمد معلش هنا ستوب كم لعب هنا كابتن هنا موجود اللي مترتكب هذه المخالفة اللاعب الاحمر عنده لو عدة عنده كم اوبشنز يروح يعدي يعمل باس يبدأ تعطيل الهجوم واعد هنا بطاقة صفرة مستحقة هو اشار على المخالفة ولم يشهر البطاقة دي كانت اول حالة لاحمد توفيق في مواتش الاهلي وبرمز خلينا نشوف دي اول حالة كانت في ديئة كام 24 يلا بعدها على طول في ديئة كام 27 ده شط العولاني نشوف احمد توفيق دخول بتهور نشوف يلا 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 ايه رأيك في اللاعب ده كامتن هناك من خالفة انا كحكم اللاعب ما بيخافش على نفسه انا ما اخافش على اللاعب انا عندي هنا قانون الصفرة في 24 تعطيل الهجوم هنا الصفرة الثانية والحمراء ومع السلام وشكرا للتهور يعني ده ولا ادى هنا انزار ولا انزار بطاقة في 24 ولا في الدية 27 انزارين هنا تبقى للقانون ما تاخدوش يلا بعد كده هنا استخدام الكوع في وجه لعب نادل اهلي هو هنا ادى انزار شوف اللاعب هنا شوف احنا هنا نتكلم على الحكام ازاي ان هم يكونوا حازمين في مثل ذي خلاص هنا المخالفة موجودة برابر حاكم حسب واشهر بطاقة الصفرة ولكن هنا نشوف احمد توفيق هو مش عاجبه القرار واعتراضه على القرار هنا الكوع رايح في وجه لعب نادل اهلي المخالفة صحيحة والانزار صحيح تمام شوف الاعتراض وده بعد اخذ الانزار يعني انا النهاردة كحاكم بقى معلش احنا بنتكلم محمود ناجي حاكم هايل جدا وعمل ثلاث بطاقة محمود انا شخصية تحكميدي مهمة جدا خط احمر اللاعب لابد ان يكون في تعامل مع اللاعبين بحازم لان اللاعب هو الاخطأ مش انا وبالتالي يجب محاكسات اللاعب في هذه الحالات الحالة التانية اللي جاية نشوفها ودي لعمل تلغط كبير جدا جدا كابتن هاني وهنا كان الفور لي دور ايجابي هنا اشهر البطاقة الصفرة الميل لحمد توفيق ولكن الارتكب المخالفة احمد فتحي هنا الفور تدخل تدخل ايجابي ازاي الهوية الخاطئة يعني ايه الحكم هنا لعب ما ارتكبش مخالفة وانزار هنا الفور يقولك لا ده الارتكب المخالفة كان احمد فتحي وبالتالي هو الراح لغى الانزار بتاع احمد توفيق ودال مين كان احمد كان هيبقار انزار الثاني وطارد فتح اه مزبوط لا يعني لأ هو ما خدش انزار لحد الوقت ده الانزار الثاني وطارد ده كان في اللعبتان اللي احنا نتكلمنا فيه ما كابتن هاني كابتن هاني هو في اللعبتان ما داش انزار القصة دي بعد ما خد الانزار في الكرة بتاعت عبدالد اللي دخل بقوع بالزبط كده اه هنا الحكم البر كلمه قال له لا مش احمد توفيق اللي تاكب خالف احمد فتح والده لأحمد فتحي وده مفيش مشكلة خالص فيه يلا روح بعد كده للحالة اللي بعد كده سريعا بس ايه شكلها هنا احمد اللي عامل مخالفة برد بس كتونه مالتين عامل مخالفة يعني اه يعني يعني طب ما جده يبقى فيدن يعني كابتن وهذه المورة كان فيها اخطاء حنا نوع كثير نتكلم بس انا ما تقداشت حكومة اه ويعمل بأخذ الأمور بسرعة عشان وقتنا تمام اللي بعد كده يلا اللي بعد كده يلا الحالة بعد كده من فضلك نشوف هنا هو احمد هنا توفيق خد بطاقة حمرا مباشرة ومن قناة النهاردة احنا بنتكلم لانه في حصل في جدل في جدل ازاي خد الحمرا مباشرة ازاي مين اللي قال له ولكن انا هقول لك الحقيقة احمد توفيق ارتكب سلوك اتكلم والحكم مساعد هنا سمعه وبلغ الحكم هذا السلوك يتلتب عليه بطاقة حامرة مباشرة وده اللي حصل في الديئة ستة تلتة وتسعين بطاقة حامرة مباشرة ليه السلوك الحالة اللي بعد كده لو معنا حالة اخر حاجة دي كانت اخر حالة خدنا الحالات بسرعة بس عندنا حالات كتيرة اوة كابتن هاني ولكن الوقت بتاعنا مش هيسمح ولكن النهاردة بنقول برضك احنا مع الحكام والنهاردة في نهاية الحالة بنطلع افضل طاقم التحكيم من وجهة نظرنا بما يكون مخطئين ولكن بنشوف مين هو اللي يستحق ان هو يكون افضل نشوف على الشاشة عندنا افضل حكم ساحة وهو امين عمر الحكم المحترف البوريفيشنال في التحاضر الفريكي اللي انا بقول ان شاء الله هيكون ليه مستقبل وحيبقى موجود في كاس العالم النهاردة هو افضل حكم في الجولة اللي حيب مباراة صعبة جدا جدا لفرقتين كل واحد يعتنافس عشان خاطر ده للجولتين 33 و44 نكلم عن الافضل حكم تاني احمد نوفل كان عنده حالتين تميز وانا بعتبره من افضل حكام الجولة بقول احمد مبروك عليك انك انت النهاردة قدت كويس تاني افضل حكم مساعد نشوف الحكم اللي جاي ده ده الكابتن احمد نزير هو حكم المنطقة الوادي من السعيد حكم مفترم جدا اخر سنة من خلقتنا لا تسمحلك كابتن هاني اقولك الف مبروك يا احمد وبالتوفيق وبالتوفيق بنكرمة ممكن تجدد ممكن بعد كده ان شاء الله تبقى محاضر ولكن بقولك الف مبروك لنهاية المسلم عمر الشتناول الحكم كسر عالم الشباب ما محمد معروف افضل حكم فار دي كانت اللقطة الاخيرة بالنسبة لنا كابتن هاني ما اعرفش لو كان في وقت ممكن نتكلم ولكن والله انا طبعا بشكرك على الفقرة الرائعة دي وتقريبا زي ما كابتن محمد الخطيب وبيان النادي الالي عملية الفار الفار مهمة جدا الحالات التحكمية في الفار للأسف صعبة جدا ويعني فيها اخطاء كتيرة جدا عندنا حكام زي ما بتتكلم حكام وعيدين حكام عندهم مستقبل كويس ولكن طبق المنظومة التحكمية ما زالت في يعني عملية لازم تقوم عملية اصلاحية كبيرة جدا جدا كابتن بنشكرك شكرا جزيلا كالعادة بتنورنا وتشرفنا شكرا كابتن هاني وتمنى توفيل التحكم المصري شاهم وما زال تاني ملفات القائمة الدولية في صناحات الآلي مش هنسبها الا متطلع ونشوفها مختنعين ولا مش مختنعين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا متواصل لحضراتكو دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة في المحترف ان شاء الله يوم الاتنين اللي جاي مع المحترف حلقة جديدة في قناة النادي الاهلي ودايما بتتنورونا وتسعدونا شكرا جزيلا